ترجمة نانسي قنقر ما عليك تطلب منك طلب؟ بأمر يا قلبي بدي أكد صالحني مع أهلك يعني والله مو حلوة صرنا متجوزين وأنا عندك بالبيل ولساتك متخانع مع أمك وأبوك حلوة مو حلوة ما عشي بنشوف بنشوفي قلبي شو زرت الجبكة الحارة تبعها؟ يا أخي ما بخليه يفتحه السمزرقة شو الحكي بيكشف حريمنا؟ لك أنا معك بأشي بس بعته الناس عليهم بالحارة يا أخي والله ما خليه بوجاها إلا ما قدلوا عليها لك انتحاول مرة تاني ما بتخسر شي يا أخي ما كان يفهم هاته السمزرقة؟ بس يا الله ونعمل عادي ترس ها؟ شرف عليك بقبلين يا سيدي يا الله يهني إلهي السلام عليكم أهلي أمر وانهلين لك العمى طنيت بإذنه الكلمة وما انتقاش لحشو الزلم منك خنحان اللي خلعهم أهله قالوا بنحطوا جرح بطيبة زلميك لك إيه سيدي يا حبيبي هاي فشيت خلقك وتجوزتك ايه؟ يعني حاجة شلون يعني حاجة؟ ما فهمك اسمعني منيحة بتفهم انت لساتك شاب بأول طلعتك والحياة امي؟ والله صاريش يعني راسي من هالموضوع أنا ماني ولا مين قال هيك؟ هاي بالحساب صارلك متجوزة ست سبع شهور بقى حاجة الله يرضى عليك ولسه بتقلي حاجة قلق يا أمي هاي مرتي 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 يا جماعة وراح تبقى مرتي بس بس شو؟ طلقها طلقها لك أمي خلينا نرجع أنا وأبوك نرضى عنك من جوزك بنت حلال بنت عالم وناس طلقها هل أنت بعضتي وراي عشان سمعين هالكلام ما؟ ماشي نعم الحكي لك أمي يوف لك أمي اسمعي مني لك إذا جوزك ما رضت بولد من صلبه بيطير من كتر الحكي لك والله كتر النقى بيخرب البيوت العمراني لك أمي شبكي هو قال ما بالدولاد هلا قال خلينا نهيشكم يوم مع بعضي إيه ولا لحق معهم؟ لحق معهم لك أمي إنتي جميل والولاد وقطعي لصنات العالم أمي مروان بيحبني بيحبني كتير إنتي ما بتعرفيه بعدين أنا ماشي مع عموت المابدو يوف يوف ولكي قطعوكي شو غشيمي انتك تطلي غشيمي طول عمري ولك بنتي الرجال بيحب يوم يومين ولك سنة سنة مكترت وبعدين بيمله وبيضوج لك بنتي ويبلش يفتح قدني للعالم لكا ببلش يسمع القيل والقاد شو بقى بدك بهالشغلي والمعنى أمي ولد 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 إبريني ولد الرجال ما بيربطوا بالمرأة إلا الولاد لكا بعدين لكي لقوي تشدي عليه مشان أهله جيبيه لناحيتك إيه أمي الرجال بيحب أهله يكون كسبانه وهيك بتضمنيه أكتر حامي إيه يا أبو مروان مرت ابنك الفلتان يا حامي ما نهته خلص خسري ييدك منه تنقب وقري عليه الفاتحة راح خلي يتركها لو آخر يوم بعمري لا خلي يتركها لك بكرة إذا إجاه الولاد معناته لزعت فيه كل العمر عم تفقى ميش ومعنات الحكي لزعت فيه كل العمر ابنك ولهل أهلك ما كانت تعرفوا علي ولا تقولك أني وصخة ودخلت على عائلتكم مو حرام عليك يا حبيبتي يا قلبي روقي شو بيه؟ خلص شو بدك فيه ملا كاميروان لك أنا مرة بنتي حس إني متلي متل كل هالنسوان عندي بيت إحمى بحبهم وبيحبوني بزورهم وبيزوروني مو أعداء علي بموت رعبئ إذا رحت زرتهم يقوم يقربوك ضضي حبيبتي حبيبتي طوري بالك خلص إلك علي بس يجي الولاد الروح ثلاثتنا عند أهلي وصالحك معهم شو رأيه؟ هلا لست بدء السنة لا يجي الولاد لقد تسلميدي وانت عم تدللي لك ليش قيمة هالقومة يطلبها لك شوي ما عصر أنا سنة مش جوزين مروان أهلك لازم يعترفوا فيني لازم لازم حبيبتي يا قلبي يا حياتي روقي شوي روقي مشان الله خلص الوقت بيحل أكبر مشكلة خلص صبر علي شوي صبر علي شوي تعالي لو كنسلمني هالببو أنا تعالي السلام عليكم أهلينا أخي مروان عطينا كيس هات نعبي شويك بنادوران طبع إظراف البنادوران بلديات وبنات حلال ومن شجرة واحدة عم تفهم ح Rudy عم تفهم علي انتي كان اسمها هاد الكلام واسكوت كيف يعني مروان انت مواثق فيني حريبتي واثق فيكي واثق فيكي بس بس شوف امل انتي انا شوف لا يا عبدالله مافيشي مافيشي يا ربي دخيلك استغفر الله العظيم وليش ما تكون هيك ليش ما تكون متل ما عم تعكي الناس ما عولي كل الناس عم تتبلغ عليها لا تكون المي عم تمشي يا امي راح يجن راح يجن راح يجن ويلي بطنا ويبني ولي 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 على الخاطر ولي تتبا ولي بلاش نتكلم في الماضي امي امي بولك اجيت اجيت شبكي شبكي طلي ضايجين شو ها غراض الدحان عن ضحي جوال أرض يا الله يا الله يعطيك العافية خلصت؟ الله يعافيك يا خلصت يا ولو الله يعطيك العافية الله يعافيك شو عمرتني؟ ما في داعي مو مستاهلة ما بيسير لازم تاخد حالتها انا رح جوبلك المصاري دقيقة خليني ساعدك أحسن موسيقى ساعدك الموسيقى موسيقى علي شو عم تلميح بالظبط؟ ما عم لميح على شيء تتأكد؟ تتأكد من شو؟ يا مروان أنا أمل أمل لحبتك والله أنا تبيت إنساء الماضي بأنساء أنت ياربت كل الناس من شانك كل الناس كل الناس رجد تلميح يا عمال يا عمال أنا راح أجن راح أجن عمد فهمي راح أجن يا رب يا رب هديه مثل ما هدأتني يا رب يا رب